اشتركوا في القناة 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 لاحق بطر ونخلط سوف نرى ما يخصني ونزيد سوف نكمل تخلص العجينة التي لديها سوف نزيد من الفورس والدقيق الأبيض كل بلاد وشنو تسميو الحويج تقريبا تجيب حل العجينة ديال الكيكة غير هذه تجي واحد شوية تقيلة على العجينة ديال الكيكة سوف نزيد المجموع حتى تحضر المجموعات أو تدروا كيسو نص كيسو نص ديال الفورس والدقيق الأبيض وتزيدوا معاه نص كيسو فينو بغيثو لا تديروش الفينو او السميد الناعين يجعلون غير جوشكيسين الفورس تجعلها تشكل حلقة ودعبة غدا نخليها ترتاح 21 دقيقة ان شاء الله ومن بعد ما صيف العجينة كيف ما شفتم معي وخليتها ترتاح كيف ما قلت لكم غدا نخليها ترتاح 21 دقيقة ولا 30 دقيقة على ما صوبت الحشوة بالنسبة للحشوة انا قدرت هنا فلفلات المتوسطين خضرين وقطعتهم عليها تشكل بحلقة على شكل مرباعة وبالنسبة للفلفلة الحمراء لدي غير فلفلة واحدة هي اللي قطعت وعندي هنا البصلة متوسطة اللي شلتها ومع واحد دريس ديال التومة اللي انا غير قطعته وعندي هنا الزيتون خضر مقطع حلقة وعندي الكفتة وعندي الزعتر وعندي سلسة ديال الطماطم وحلقة لك وحد المعيلقة كبيرة عامرة وعندي تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت العادية ولا زيت الزيتون بالنسبة للتوابين اللي غدي نحتاجوا عندنا الملح اللي خصر الدوق وعندي هنا نص مهيلقة صغيرة مع المراج ديال الكركم وعندي هنا مهيلقة صغيرة وعندي القوزة وعندي هنا راس مهيلقة الحار الكرم وعندي القوزة اللي غدا نحكم منها شوية دوزوا على بركتي لطريقة لكي ندير ناتشي مون غدا ناخد مقلة اللي غدا ندير فيها البصلة والفلافل والتومة ونخليهم نخلوا بالزيت و الملح قليل عذاكي نزيد عذاكي نزيد مكونات الخير ندير دابا الزيت و الملحة حاول الأقوزة و ألد تربى عذاكي نزيد الملحة و ألد تزيد مناسبة الملاحة الزيت و الملحة و ماهل عذاكي نزيد الاولادة قمت بسيطة عجينة ارتاحي 20 دقيقة تقريبا ووجدت الحشوة وبردات ارتاحي ارتاحي اخذت هذا المول اللي ادهنته بالزبدة ورشيته بالفينو ولا الدقيق ساميد الناعم بالنسبة للدول الاخرى إذا كانوا عندكم المول فرديين وبغيتوا تديروهم ديروهم أنا رد ندير غير هذا بحلاتها سنستعمل هذا سنأخذ العجينة نخلطها سنأخذ العجينة سنأخذ المول سنصرح فيها العجينة سنأخذ العجينة سنأخذ العجينة في هذه المول سنستفق منها هذه الحشوة سنستفقها 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 وفي هذه الأثناء ندير الفران يسخن سنستطيعها ندخلها فران نقص علي الفران ونخليه على العب المطوسة ونخليه تضطيب على خاطرها نقطيع إضافة على البطال يعود لسيبل الواقع وارجع معكم ان شاء الله من اللي طيب باش نكملوا ودابا من بعد ما طابت لي المو ملاحة ولا البيتزا كيف ما بغيتوا تسميوها تجي على هات الشكل كيف ما قلت ليكم را خليت عليها العافية غير متوسطة وخليتها حتى طابت ليها مزيان وبنت ليها تحمرات من جنب عدفها شبتت لتحت بشتحمرات لي شوية من هنا من الفوق ودابا ندير لها المو زر الله وفروماج حمر اللي خلطتهم حلقة حكيتهم وخلطتهم وارجع الفران ونخلي حتيه دوبة الفروماج وارجع معكم باش وشكل نهائي ديالها كيفاش تجيها المو ملاحة ولا البيتزا تجيها رائعة وتجي العجينة دياله هشة وهذا وشكل نهائي ديال المو ملاحة ولا البيتزا ولا الفطيرات يجي عليها تشكل من بعد ما طابت وكث ما شفتوا معي درت لها فروماج حمر والمو زر الله كان عندي شوية شوية وشكيتهم وشركتهم ودرتهم تجي عليها تشكل وتجي خفيفة تجيب حلقة تجيب حملقة تجيب حمرقة تغيروتر ازيانتها بزيتون جرح وزيانتها بهادماطيشة سوريز بحلقة تغير مصرحين عندكم بلا ما تضيروهم وكان هذا الفيديو ديالنا ديال اليوم متمنى تجربوا هذه المملاحة والبيزا وتنال إعجاب ديالكم إن شاء الله ونعجبكم هذا الفيديو خليوا لي الأراء ديالكم في التعليق وما تنسونيش من اللايكات اللي تتشجعوني بهم كيف ديما وإلى اللقاء مع السلامة حتى الفيديو جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة